مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب منذ أن بدأت السرعات بين إسرائيل وفلسطين وكثرة الحديث عن عمليق وعن بعض النصوص الكتابية التي يحاول أن يستخدمها البعض ويطوعها وكأنه يقول أن ما يحدث هو تحقيق لما قد تحدث عنه الكتاب المقدس قديما ومن ضمن هذه الموضوعات التي ترحت الأسبوع الماضية هو قضية عمليق شعب عمليق فقد اقتبس من الكتاب المقدس نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وأشار إلى عمليق كما أيضا اقتبس هذا الفيديو أحد الدعاء وقال أن هذا ما يؤمن به اليهودي وما يؤمن به أيضا المسيحيين وأن إبادة شعب أمر مفروغ منه لأنه تعليم الكتاب المقدس في هذه الحلقة سوف أتناول هذا الموضوع تحت عنوان عمليق وحماس وشعب إسرائيل عزين نفهم القضية على بعض عزين نفهم مين هو عمليق وماذا فعل وما هي خطيته ولماذا قال الرب لموسى أذكر ما فعل بك عمليق ولماذا قال الرب أنه الرب له حرب مع عمليق من دور إلى دور ولماذا أمر الرب بإبادة هذا الشعب كل هذه الموضوعات سوف نحاول أن نغطيها وهذه الأسئلة سوف نحاول أن نتناولها بالتفصيل في هذه الحلقة أول أمر سوف نتحدث عنه متعلق بالنص الذي يقتبس البعض ويقول عنه أن هذا النص هو أساس معاملة إسرائيل لحماس أو لشعب إسرائيل يقول هذا النص أذكر ما فعلوا بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعداءك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها تمحو ذكر عمليق من تحت السماء لا تنسى هذا هو النص هذا النص اقتبسوا زي ما قلت رئيس وزراء إسرائيل في إحدى خطبه الأسبوع الماضية دعونا نأخذ الفيديو الذي يتناول في هذا الأمر ونأخذ أيضا التعليق الدعية على هذا الفيديو نأخذ فيديو رقم واحد هذا النص الذي اقتبسوا رئيس وزراء الكائن السهيوني موجود في الكتاب المقدس في التوراة في أسفار موسى الخمسة في سفر التاثنين في الفصل رقم 25 في العدد رقم 17 أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر أهم نقطة عايزك تخرج بيها من هذا الفيديو هو أن هذا النص موجود في الكتاب المقدس مصطلح الكتاب المقدس ده مصطلح مسيحي وليس مصطلحا يهوديا وبالتالي ودي نقطة مهمة جدا جدا رئيس وزراء الكائن السهيوني بيخاطب المسيحيين في المقام الأول هو العايز يقوله في الفيديو ده أن هذا النص موجود في الكتاب المقدس وزي ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا النص موجود في الكتاب المقدس ولفظ الكتاب المقدس ليس لفظا يهوديا لكنه لفظا مسيحيا أي أنه بيخاطب العالم المسيح يعني شوية تخيولات حلوين عند هذا الدعية لكن عايز أقول للدعية أنه كلمة بايبل أو الكتاب المقدس اللي هي بايبلوس أو بيبلوس الكلمة نفسها بتعني كتاب يعني كلمة اليونانية التي تشير إلى الكتاب المقدس تعني كتاب فرئيس الوزراء لما يقول كما هو مذكور في الكتاب هو ده تعبير عامة هو بيكلم انجليزي مش هيقول كما موجود في التناخ لما يقول لكلم الشعب الإسرائيلي هيقول كما موجود في التوراة لأنه نص ده موجود في التوراة يعني هو كل اللعبة اللي عايز يبدأ عليها من البداية أنه عايز يقول لك أنه النص ده بكل ما فيه من هذه الأمور موجود في الكتاب المقدس المسيحي ورئيس الوزراء يتحدث إلى المسيحيين يعني يستعطف المسيحيين طيب قبل ما نتكلم عن بقية الفيديوهات ونحكي عنها شوية خلونا نرجع سنة لورا خلونا نرجع سنة لورا خلونا نعرف مين هو عمليق معلشان أعرف خطية عمليق لازم أعرف مين هو هذا الشعب أولا وإيه علاقة هذا الشعب بشعب إسرائيل وليه كمية العداء والقراهية والبغضة اللي موجودة في هذا الشعب نحو شعب إسرائيل فمن هو عمليق عمليق يعتبر حفيد عيسو أخو يعقوب عمليق يعتبر حفيد عيسو عيسو ابن إصحاء اللي هو يعتبر عيسو أخو يعقوب وعيسو أنجب أولاد ومن هؤلاء الأولاد وعيسو أتى عيسو أتى سوري أتى عمليق يقول كده وهذه مواليد عيسو في تكوين ستة وتلاتين وهذه مواليد عيسو أبي أدوم يبقى عيسو يعتبر هو المؤسس لأدوم هو يعتبر رأس القبيلة أو رأس الشعب اللي بدأ منه يعني شعب أدوم وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير هذه أسماء بني عيسو ألفاز ابن عدى امرأة عيسو ورعوئيل ابن بسمة امرأة عيسو يبقى عيسو كان عنده ولدين ألفاز ورعوئيل وكان بني ألفاز تيمان وأمار وصفو وجفحان وقناز وكانت تمنع سرية ألفاز عيسو فولدت لألفاز عمليق يبقى ألفاز دخل على سريته كويس اللي هي اسمها تمنع وأنجب منها عمليق يبقى عمليق من ناحية النسل ينتمي إلى عيسو ويعتبر عيسو هو الجد لعمليق يعني إحنا بنقول إن عمليق هو ذو قرابة لبني إسرائيل في قربة ما بين عمليق وبني إسرائيل كازينز يعني أولاد عم زي ما إحنا بنقول كويس من المفروض إنه يكون عيسو ضمن العهد الإبراهيمي كويس إنه ينال بركة وإنه يكون حاصل على البركة لكن عيسو رفض البكورية واحتقرها وأيضا راح وارتبط بي كانعنيات وابتعد عن مصير مصدر البركة وعاش في شره وفي إثمه كان عمليق أحد أمراء القبائل في أدوم أحد أمراء القبائل الكبيرة اللي بتكون منها شعب أدوم كان هذا عمليق كوّن كبر وبقي شعب وأصبح يعني من الأمراء الكبار أقام عمليق في صحراء النقب يمكن سمعنا عن صحراء النقب الأيام اللي فاتت وشمال شبه جزيرة سينة جنوب أرض كنعان وبالقرب من قادش الخريطة دي بتوضح لنا أين يوجد عمليق عمليق أهو واخد المنطقة دي كويس هنا أدوم دي المنطقة بتاعة أدوم فأعمليق واخد واخد شمال سينة كويس واخد جنوب جنوب أرض كنعان دي أرض كنعان هنا دي كلها أرض كنعان ودي الخمس مدن بتوع الفلسطينيين اللي هم موازين للبح واخد الجزء دوّا ساكن فيه حتى صحراء النقب كويس فأي حد أي حد جاي من مصر أي شخص جاي من مصر كويس زي شعب إسرائيل وطالع على أرض كنعان هيقابل مين هيقابل عمليق هيقابل أدوم هيمر وممكن يمر بأرض يمكن يمر بأرض أدوم كويس وده اللي عمله شعب إسرائيل إنه مروا بأرض أدوم علشان يدخلوا أرض أرض كنعان فعمليق سكن في المنطقة دي دي كلها كانت بتاعة عمليق هذه الأرض هذه الأرض ملك أدوم ملك أدوم لما نيجي إلى عمليق وإسرائيل العلاقة بينهم العلاقة بينهم إلى حد ما كانت معقدة وبالأخص من جهة عمليق كانت مليانة بالكراهية والبغضة لشعب إسرائيل شعب إسرائيل زي ما قلت عايز يعبر زي ما الرب خرجه من أرض مصر وقال له أنا هدي لك أرض كنعان فشعب إسرائيل خارج من أرض مصر وعايز يروح إلى أرض كنعان علشان يروح إلى أرض كنعان زي ما وريت لحضراتكم لازم هيمر بين لازم هيمر بأرض أدوم محتاج يمر من أرض أدوم علشان يسهل لي المسافة وعيز مسافة صعوده إلى أرض إسرائيل لكن أدوم رفض أدوم رفض رفض أن شعب إسرائيل يعبر من أرضه علشان كده بنقرأ في سفر الخروج وقال له وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل يعني موسى بينظر إلى إلى أدوم على أنهم إخوة ولاد عم زي ما بنقول كويس أنه أنه ينظر إلى ينظر إليهم ينظر إليهم على أنهم إخوة لي إخواته ده لألو موسى وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا أن أباءنا انحضروا إلى مصر وأقمنا في مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى أبائنا فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك موسى بيطلب منه طلب دعنا نمر في أرضك دعنا نمر في أرضك لا نمر في حقل يعني موسى بيدله الأمان بيدله كل الضمانات اللي تريحوا علشان يجعلهم يعبروا لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر في طريق الملك نمشي طريق المعد لمشينا كملوك نحن نسير لا نميل يمينا ولا يسارا إحنا هنمشي في الطريق هنمشي في الهايوي هنمشي في الهايوي في الطريق ده لا هندخل هنا ولا هندخل هنا لا نميل يمينا ولا نميل يسارا حتى نتجاوز تخومك حتى نحن نعبر بسلام فقال له أدوم لا تمر بي لألا أخرج للقاءك بالسيف فقال له بني إسرائيل في السكة نصعد وإذا شربنا أنا ومواشية من ماءك أدفع ثمنه لا شيء أمر برجلي فقط فقال لا تمر وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه فتحول إسرائيل عنه ده أول محك ما بين شعب إسرائيل وما بين عمليك طلب منه طلب أنه يمر في تخومه ولو شرب مية هيدفع ثمنها وحتى المواشي لو أكلت حاجة هيدفعت أمانا بس نمر لكنه إيه عمليك رفض خلوا بالكم في بعض الحقائق لازم نعرفها عمليك هو كان أول شعب حرب بني إسرائيل وأتكلم عن الجزء ده أول شعب وأول معركة خاضها بني إسرائيل كانت مع عمليك بعد خروجهم من أرض مصر والغرض بتاعه إنه كان يفني إسرائيل مش إنه بس ينتصر عليه إنه يفنيه بالزبط يفنيه كويس؟ لم يكن عمليك من ضمن شعوب كان عين السبعة اللي ممكن تشعر بالتهديد عمليك لم يكن من ضمن هؤلاء الشعوب اللي أمر الرب موسى وشعبه بإنه سوف يبيدهم بالعكس ده عمليك الرب أوصى أوصى شعبه ويس؟ إنه ما يجيش نحية أرض أدوم ولن يأخذ ولو شبر واحد من أرض أدوم نسمع كده الكلام الرب يقول إيه؟ وأوصى الشعب قائلا أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم فاحترزوا جدا لا تهجموا عليهم لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأت قدم لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير مراثا تعاما تشترون منهم بالفضة لتأكله وماءا أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربه يبقى مفروض إنه هذه الوصية تجعل عمليك مرتاح وتجعل أيضا بني أدوم مرتاحين إنه إسرائيل لن يأخذ ولو شبرا واحدا لأن هذه الأرض الرب أعطاها لشعبه لكن عمليك اعتدى وآتى وحارب إسرائيل في رافدين نسمع الفيديو رقم اتنين وهو بيكلمنا عن هذه الحرب أول حرب خاضها بني إسرائيل مع عمليك في خروج 17 نسمع الفيديو رقم اتنين هيقول لنا إيه عنه بصينا على النصوص اللي بتحكي أول حرب حصلت ما بين بني إسرائيل وعمليك حرب دي كل مسيحي عارفها كويس قوي لأن هي بالنسبة للديانة المسيحية ليها رمزية وإشارة للمسيحي خلوا بالكم من النقطة دي مهمة قوي هو هيقول لنا حاجة إحنا ما نعرفها إش بصراحة أنا أول مرة أول مرة عشان أعترف يعني أول مرة أعرف أعرف المعلومة اللي هيقولها دي يعني أنا دارس الكتاب بس أول مرة هيقول لنا معلومة خطيرة كمل هي ليها رمزية وإشارة للمسيح نفسه القصة موجودة في صفر الخروج الفصل رقم 17 الأعداد من 8 إلى 14 وأتى عمليك وحارب إسرائيل هم اللي جم ولا إسرائيل جات عليهم ما علينا فقال موسى ليشوع جمع جيش وغدا أقف أنا اللي هو سيدنا موسى على رأس التلة وعصى الله في يدي العصايا اللي شأي بيها البحر التفصيلة دي بقى بتاعت كما رفع موسى الحية في البرية يعرفها كل مسيحي وكان إذا رفعه خلوا بالكو كما رفع الموسى الحية في البرية يعني هو قال لي معلومة بصراحة يعني جديدة كما رفع موسى الحية في البرية إشارة إلى موسى وهو يرفع عصاه في البرية علشان بيصلي من أجل الشعب عشان ينتصر على عمليك فإحنا كنا فاهمين غلط إحنا أنا كنت فاهم غلط أنا 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 كنت فاهم إنه دي إشارة للحية النحاسية أنا كنت وزي كل المسيحيين المسيحيين كلهم فاهمين إنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان إنه إشارة إلى الحية النحاسية اللي رفعها موسى اللي لما الشخص كان التلتقه الحية ينظر إليها فيشفى لكن أول مرة أعرف إنها إشارة إلى موسى رفع عصاه علشان يصلي لأجل الشعب في حرب مع عمليك كمّل دي بقى بتاعت كما رفع موسى الحية في البرية يعرفها كل مسيح سوين إنت بتقرأ الناس وعرفوا وفهموا ولا مش فهموا يا لما بيقولك كما رفع موسى الحية قصة عمليك ما فاش حية قصة عمليك تخلو من الحية الحية دي قصة تاني إنما لا هو خبير في الكتاب المؤدس فبيقول لنا حاجات بصراحة جميلة وجديدة ومسلية في نفس الوقت كمّل إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عمليك يغلب بيرفع إيدي بالعصايا تعب نزل إيدي إسرائيل بتخسع فضل رفع إيدي إسرائيل بتغلب فلما صارت يد موسى ثقلتين أخذ حجراً ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه العلامة دي معنى هيا رئيس وزرائيل كان السهيوني عارف كويس أوي هذه الرمزية هو يداعي بالمشاعر الدينية عند زعماء الغرب المسيحيين عارفين التعبير اللي بيقول يا نحر المفهومية وترعت مش عارف إيه يعني هو فاهم جداً في الكتاب مقدس يعني فاهم الكتاب مقدس أكتر مننا أكتر يمكن مننا إن موسى لما رفع إيده هارون لما جي يسند إيد موسى أو يسنده إيد موسى موسى لازم إيده تكون مرفوعة الفوق في صلاة مش مرفوعة كده علامة صليب مرفوعة الفوق لازم تكون مرفوعة كده للصلاة كعلامة للصلاة ملهاش علاقة هذه الرمزية نهائي بالصليب ملهاش علاقة نهائي بالصليب لكن هو يعمل إيه هو عايز يقولك إنه زي الكيان السهيوني بيداعب فكر المسيحيين وبيثير فكر المسيحيين علشان يتفقوا معاه في حربه فعايز يحط الكيان السهيوني والمسيحيين في كفة واحدة وهم دول الأشرار كويس أما الأمة الإسلامية فهي الأمة البرة يعني يريتك تقرأ النص وتفهمه ده بيقول كما رفع موسى الحية الحية مش ملهاش علاقة نهائي في قصة موسى ولا الصليب ليه رمزية في هذه القصة من بعيد أو من قريب لكن شكرا على المعلومة يعني زي ما احنا بنقول نورت المحكمة يعني نورت المحكمة المعرفة شيء أفضل من الجهل بو فالواحد عارف حاجة جديدة النهار طيب نيجي لنقطة أخرى عمليك يحارب إسرائيل عمليك يحارب إسرائيل وعش كده قبل ما أكلم عن عمليك وحربه مع إسرائيل لأن الحرب دي مع إسرائيل لما أتى عمليك وحرب إسرائيل هي هي النقطة اللي ربنا قرر فيها إنه هذا الشعب ما ينفعش يكمل شعب عمليك هذا الشعب بهذا الشر ما ينفعش يكمل العالم أفضل بدون عمليك ده 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 فكر الرب اللي قاله في كتاب اللي قاله اللي قاله في خروج 17 فقال موسى فقال الرب لموسى أكتب هذا تسكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عمليك من تحت سماء فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي وقال أن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليك من دور إلى دور من دور إلى دور خلونا نسمع الفيديو رقم ثلاثة لأنه كمان فيه يعني جزء من المعرفة اللي إحنا ما نعرفهاش كما سحيين نسمع فيديو رقم ثلاثة لو رجعنا مرة تانية لسفر التثنية مكان النص اللي هو اكتبسوا أذكر ما فعله بك عمليك في الطريقي عند خروجك من مصر المفروض أنه وبني إسرائيل خارجين من مصر لقوا شعوب عايشة في الأراضي اللي هم عايزين يدخلوها أولا عمليك ليس في الأراضي اللي إسرائيل هتدخلها وتمتلكها نهائي اليهودي عارف كده كويس وعارف وصية الرب كويس وعارف أنه ملهوش أي نصيف في أرض أدوم وعارف أنه أرض أدوم بعيدة عن أرض كنعان وأنه هم مختلفين عن الشعوب السابعة اللي موجودة في أرض كنعان فالفتاوة دي يعني احتفظ بيها لنفسك كم كما بينهم حروب ركز بها معايا في النص اللي جيدة علشان هو ده النص محل الشاهد اللي رئيس وزراء الكيان السهيوني يريد تطبيقه أصلا فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها تعمل إيه بقى؟ تمحو ذكر عمليق من تحت السماء لا تنساه لذلك رئيس وزراء الكيان السهيوني بيقول إيه؟ عنوزخين جانوني الخميم أحنا مش نسيين الوصية هو هنا التدليس والكذب وياخد آية ويترك آية وياخد آية تانية يعني بياخد أجزاء اجتزاء أجزاء من النص تخدم غرضه أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من أرض مصف ده اللي هو أراه ده خليني أعمل هنا هايلايت عليه علشان حضراتكم ده اللي إيه آه آه ما علش ادي اديني أوكي اديني اديني كده إنه إنه ده بالزبط اللي هو عمل عليه آه 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 إنه أرى الجزء الأولاني أرى الجزء اللي فوق أرى بس الجزء اللي فوق اللي هو ده ده أرى كويس الجزء ده ده أرى اذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر كويس ده الجزء اللي هو أرى ساب الجزء الأصفر اللي أنا كتبه بالأصفر ده سابه من النص لأنه هو مش عايز يتكلم عنه لأن الجزء ده هو مربض الفرس الجزء الآية دي هي بتفسر لنا النتيجة اللي هو أراها اللي هي في عدد 19 هو ترك النص ده وآتى إلى إلى عدد 19 فمتى أراحك الرب إلهك من جميع عدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها تمحو ذكر عمليق من تحت السماء لا تنسى طب ليه رب أنت ما هنا لما شيء أسيب الجزء اللي في النص ده لما أمحو الجزء ده نهاء الأصفر من النص يبقى أنا ما عنديه سبب يبقى الرب الرب ما تدنيش الرب ما تدنيش هنا سبب ليه هيمحو ذكر عمليك هو بالضبط اللي عمله خد الآية الأولى وخد الآية الثالثة وترك الآية اللي في النص ده اسمه إيه ده اسمه تدليس ده اسمه كذب ده اسمه خداع هو بيظهر هنا إله إسرائيل إلهنا على إنه إله يعني قاسي وإنه شعب إسرائيل شعب ما عنده هو السبب إنه ينفذ هذه الوصية على الإطلاق لكن شوفوا خطية عمليك ماذا فعل عمليك يستحق من أجله إنه يعاقب كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله يعني إيه الكلام ده اسرائيل بعد خروجه من أرض مصر والناس دخلت إلى أرض سينة وعطشانة وجعانة واثنين مليون ماشيين في صحرة كويس مين دايما اللي بيمشي وراء الضعيف اللي مش قادر يمشي كل كبار السن بيمشي واحدة واحدة كل الأطفال بيمشي واحدة واحدة الحوامل ماشيين واحدة واحدة العجزة مليون ماشيين واحدة واحدة الأم بأطفالها صغيرين ماشي معاهم واحدة واحدة فمين ماشي في المؤخرة مين ماشي في المؤخرة إحنا لما بنبقى ماشيين مثلا ومعنا واحد معا أطفال دايما بتلاقي بعدين بكم خطوة ليه لإنه ماشي مع الأطفال ماشي على مشيتهم فمان الذي كان في المؤخرة في مؤخرة شعب إسرائيل كل المستضعفين والمتعبين والجائعين والعطاشة كل الأطفال كل النساء الحوامل كل النساء بأطفالهم الصغيرين كل كبار السن ماذا فعل عمليك؟ عمليك من جبنه ومن خداعه ومن شره لم يحارب إسرائيل وجهاً لوجه عمليك راح إلى مؤخرة الموكب وابتدأ يقتل كل المستضعفين الأبرياء كل المستضعفين ابتدأ عمليك يقتلهم لو أم ماشي بأطفالها يقتلها لو كبار السن يقتلهم لو أطفال وحدهم يقتلهم لو نساء حوامل يقتلهم عش كده بقول الكتاب ولم يخف الله دي خطيته بالزبط هذه الخطيئة التي جعلت الرب يحكم على هذا الشعب أنه ما ينفعش يعيش أنه ما ينفعش يعيش العالم أفضل بدون عمليك وعش كده الرب قال أنه تمحوا ذكر عمليك من تحت سماء لا تنسى مش ده اللي فعاليته حماس برضو لما دخلت على الأبرياء لما اختصبت النساء لما قتلت الأطفال السكنين في معسكراتهم سالمين لما دخلت عليهم وهم بيحتفلوا أو بيرقصوا أو عايشين في بيوتهم آمنين ده اللي بيعملوا أي جيش جبان أنه يقتل الأبرياء أنا مش بأيد ما تفعله إسرائيل أنا بفسر اللي حصل أنا بفسر اللي حصل فلما ييجي واحد زي دون يسرق يسرق الآية الأولى والآية الثالثة ويسيب النص كويس يبقى ده ما لهوش أي مصدقية ما لهوش أي مصدقية دي خطية عمليك على فكرة ربنا ما قالش على على بقية أدوم أنهم يبادوا لا 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 يعني القيني وراء عقيل الناس اللي خرجت وبركت شعب إسرائيل وقدمت كأس ماء بارد لشعب إسرائيل الرب أمر أنه يباركوا هؤلاء سوف يباركون وبركهم شعب إسرائيل لكن عمليك لأنه جبان ولأنه خائن ولأنه راح للمستضعفين والمتعبين ولأنه لم يخف الله قاعد يقتل دون أن يخف الله خلوا بالكم أنه إسرائيل شعب إسرائيل وهو خارج من أرض مصر لم يكن يحمل سلاحا وليس مدربا على الحرب ده عاشوا ربعمائة سنة في المصر في العبودية فليس محاربين وليس عندهم عدة ولا أسلحة ولا خطة للدفاع عن نفسهم ولا أي حاجة الناس مشي في أمان في الصحراء جي واحد عمليق جبان خسيس غير خائف الله وابتدأ يقتل كل الأبرياء المستضعفين واحد وراء التاني ولم يخف الله فهو زي ما قلت الداعية لم يكن أمينا لم يكن أمينا هو عنده غرض عايز يوصله that's it طيب أجي إلى نقطة مهمة الفيديو رقم أربعة بيكلمنا فيه عن يعني زي ما وكانه بيقول لنا أنه زي ما ربنا قال لشعبه إسرائيل أنه يبيد عمليق هو أيضا لازم يبيد حماس خلينا نسمع الفيديو رقم أربعة نقطة في غاية الأهمية ودي حقيقة خطورة الموضوع الكيان السهيوني لا يؤمن بأن دي وقعة تاريخية ليها ظروفها الخاصة ولا ينبغي أن تتكرر وقف هنا لا يوجد نص في التناخ في العهد الأديم كله يقول أنه ما حدث لعمليق ينبغي أن يحدث لشعوب أخرى أنت تكذب لا يوجد وما حدث مع الشعوب السبعة لم يتكرر نهائيا في تاريخ إسرائيل مع أي شعوب تاني نهائي وعمر إسرائيليين ما كانوا مهاجمين في تاريخهم حتى لما كانت المملكة بتاعتهم أيام داود وأيام سليمان في عز مجدها لم يختصبوا أراضي أخرى ولم يؤسسوا مملكة طويلة عريضة ولم يغزوا لبلاد زي ما غزى الإسلام بلاد أخرى فأنت تكذب وتعلم أنك تكذب ولا يوجد نص في العهد الأديم يؤكد ما تقول لأن كل حروب كل حروب إسرائيل كانت مرتبطة بمكان وبزمان وبشعوب معينة ولم تتعدى لا الزمان ولا المكان ولا الشعوب كمل فيديو بمعنى أن والله يمكن ربنا أمر بكده زمان فدي حالة خاصة متعلقة بشعب خاص بأمر من الله وليست هذه هي أخلاق الحروب بشكل عام طب هل هذه رئيس وزراء الكيان السهيوني هل أخلاق الحروب ما فعله حماس هل هذه تسميها أخلاق حروب يمكن أخلاق حروب جديدة كم خاص بأمر من الله وليست هذه هي أخلاق الحروب بشكل عام لا رئيس وزراء الكيان السهيوني بيستشهد بهذا المقطع اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر افضل فاكر كويس ليه عشان تعمل فيهم ايه تمحوا ذكرى عماليق من تحت السماء خلي الشاشة كده خلي الشاشة كده ممكن تجيب النص تاني من الشاشة بتاعته لان هو شايفين هو زي ما قلت لحضراتك هو ترك عمل احمر لعدد تسعتاشر والعدد سبعتاشر وساب عدد تمنتاشر ما يقرهوش يعني عمل هايلايت باللون للآية رقم سبعتاشر وهايلايت باللون لعدد تسعتاشر وساب تمنتاشر اللي مش عايزي اقرأه زي ما قلت لحضراتك اللي بقول لنا السبب سابه زي ما هو كمل طريق عند خروجك من مصر كده واضحة اذكر ما فعله بك عماليك في الطريق عنده خروجك من مصر ده اللي اقرأه ونطع لطول لعدد تسعتاشر طب ليه ما اريدش يا ايها الداعية ليه ما اريدش عدد تمنتاشر اديني سبب لانه عدد تمنتاشر هيقول لي وهيقول المشاهدين اللي بيسمعوه السبب اللي من اجله الرب حكم على عماليك بالهلاك هو مش عايز يعرفوا السبب ايه كمل مع بعض افضل فكر كويس ليه عشان تعمل فيهم ايه تمحوا ذكرى عماليك من تحت السماء لا تنسى وبالتالي الكيان السهيوني بيؤمن انه يجوز له ان يفعل هذا مرة اخرى طيب شفتوا الى اي مدى يعني التزوير التزوير حتى في النص الكتاب ناخد مداخلة ونرجع نكمل مع بعض الاخت فريال هلو هلو اهلين اخت فريال كيفك اهلا بيك اخ اشرف سلام ونعمة المسيح سلام ونعمة اخي العزيز اخ اشرف انا طبعا ما رح احكي بالموضوع لانه الرب يباركك شكورك انت تكفي وتوفي عن الموضوع لكن حقيقة بس هذا الداعية الاسلامية او هذا الشيخ يعني بصراحة يعني لما اسمع كلامه مع كل احترامي يعني يقذس النفس كلامه تشمأس منه النفس ودائما اقول يا رب العقل والثبات لسعة الممات لانه هو كل كلامه كذب والتدليس وعدم الحق لان ما عنده اي مخافة من الاله الحقيق القدوس الانسان من عنده مخافة من الاله يحكي بصراحة وبحق يا اخ اشرف يعني لأسف انت شرحتنا مواضح غلط يعني المفروض هو كان لازم يشرحها لنا فالرب يرحمه وانا اريد اقول له انا كمسيحية وكمسيحيين مؤمنين ألو ايوه مع سمعك نعم لا نتنياهو ولا غيره ولا امثالك يقدرون ان يأثرون شعر واحدة على ايماننا او يأثرون اي نقطة او كلمة على ايماننا لانه الرب يسوع المسيح له كل المشقل السماء والارض تزول وكلامي لا يزول فاحنا هذا الكتاب المقدس اللي بين ايدينا هو يؤمرنا محبة الجميع وحتى الاعداء والصلاة من اجلهم تأكد والرب شاهد على كلامنا الكنائس ونحن المؤمنين الحقيقيين واكيد الاخ اشرف معانا اكيد متأكدة احنا لينو نهار نصلي من اجل الجميع نصلي من اجل غزة وحتى من اجل الشعب الاسرائيلي لان احنا ما عدنا تفرخة لان الهنا اله محبة افهمها افهمها وقلبنا يتمزق على هذه الاخبار انا من الناس طبته ما اشوف الاخبار لانه جموعي وقلبي يتمزق ولما تقول انه رؤساء الغرب رؤساء الغرب افهموا افهموا ماكو رئيس من رؤساء الغرب هم مسيحي حقيقي مو مسيحيين الرؤساء والقادة وغيرهم ما مسيحيين افهموا مصالح شخصية مصالح شخصية فاحنا نصلي نتنياهو وصلي اليك انت انت من اجلك وامثالك للاخوة المسلمين واليهود وكل العالم نصلي انه الرب ينور قلوبكم لما الرب يدخل الى القرب يغير العيسان يزمع خليقة جديدة ينزع منه قلوب قلب الحجر القلب القاسي اللي يستمتع بهذه المناظر وقتل الاطفال والشيوخ والنساء من يعرف المسيح واحنا نصلي انه الرب ينور عقله وينور قلوبه ويدخل الى قلوبك وانت من ضمنك يكفي تكذب وتدلس خاطر الله روح فكر بابديتك المسيح جاي على الابواب صدقوني جاي على الابواب ووقته اصبح النهاية قريبة روح فكر بابديتك احسن لك وصلي من اجل الجميع بكي الله يهديك وينور عقلك اشكرت اخي اشرف والرب يبارسك ويحفظك ودائما عمرك ما توابت على الحق ومن مجد الى مجد ومن نعمة الى نعمة والرب يحفظك الرب يباركي اجي الى عبارة اليت في كلام الرب لانه الرب حرب مع مليك من دور الى دور يعني الرب حرب مع مليك من دور الى دور او ممكن تترجم من جيل الى جيل من جنريشن إلى جنريشن آخر عشان نقدر نفهم العبارة دي خلوني شوية أقدم باختصار تاريخ مختصر لحروب عمليك مع شعب إسرائيل زي ما قلت عند خروجهم من أرض مصر كانوا أول شعب حارب إسرائيل وآتى عمليك وحارب مش إسرائيل هو اللي حارب كويس وهم متعبون قتل عمليك المستضعفين من شعب إسرائيل ولم يخف الله ولم يخف الله بايز هاجم عمليك أيضا شعب إسرائيل في الصحراء في العدد أصحى 14 مرة ثالثة في زمن القضاء هاجم أيضا إسرائيل انضم عمليك مع المؤابيين وحارب إسرائيل في قضاء ستة انضموا مع المديانيين وغازوا إسرائيل ونهبوا المحاصيل كانوا ينهبون المحاصيل كل سنة زلت هذه الحروب حتى شاول وداود الملك كويس حتى بعد داود بمئات السنين قام رجل عمليقي وخطط لإبادة شعب إسرائيل كله وهو هامان الذي كان مستشار لملك فارس نقرأ كده ولما رأى هامان أن مردخاي هامان كان عمليقي ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكتب ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي يعني لم يقتنع بأنه يأذي بس مردخاي لكن يقول الكتاب لأنهم أخبروا عن شعب مردخاي فطلب هامان أن يهلج جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي يبقى مردخاي الهدف بتاعه أنه يبيد كل اليهود في المملكة إيه العداء اللي موجود عند عمليك تجاه شعب إسرائيل دا إيه كمية البغضة دي وهذه البغضة كأنها الدستور بتاعهم أنه هم موجودين هم موجودين علشان يبيدوا شعب إسرائيل علشان يبيدوا شعب إسرائيل عمليك هو الشعب الوحيد الذي وضع نصب عينيه أن يحارب إسرائيل من جيل لجيل حتى يفنيه شانا قدر أفهم وصية الرب لشاول هو ليه ربنا قال كده لشاول يقول الرب لشاول على لسان سامويل هكذا يقول رب الجنود إني قد افتقدت ما عمل عمليك بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر عندما قتل المستضعفين والمتعبين والأطفال والنساء والحوامل وكبار السن الرب على فكرة لا ينسى لا ينسى لا ينسى الظلم ولا ينسى الإساءة التي يرتكبها الإنسان تجاه أخي الإنسان وطول ما ما فيش توبة حقيقية هيظل العقاب الإلهي قائم الشيء الوحيد الذي يكسر ويغير العقاب الإلهي هو وجود توبة ورجوح حقيقي للرب لكن عمليك لم يفعل اسكر فقد إني قد افتقدت ما عمل عمليك بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعود من مصر فالآن اذهب واضرب عمليك وحرم كل ما له ولا تعفو عنهم بل أكتر رجلا وامرأة طفلا ورديعا بقرا وغنما جملا وحمارا دي بنسميها يعني إنك تحرم إنك تحرم تحرم كل شيء لا تبقي شيئا حيا طبعا أي حد فينا يرى الوسيقى دي النهار دي يقول إيه دا إيه كمية القسوة دي وإزاي ربنا يؤمر بإبادة بالإبادة وإزاي ربنا يؤمر بالإبادة البعض طبعا بيهرب من النص دا يقول لك لا دا كلام سمويل وليس كلام الرب بس للأسف ما نقدرش نقول كده لأنه هكذا يقول رب الجنود البعض بيقولك دا فهم إسرائيل الخاطئ وليس الوصية الإلهية لكن النص أيضا ما زال بيقول هكذا يقول رب الجنود خلوا بالكم الرب يكلف شاو الأول ملك لإسرائيل بتحقيق نبوة قديمة بهلاك عمليك هذه النبوة القديمة بقالها أكتر من ستمائة سنة كلام الرب من أيام موسى من أيام موسى ويس عن عمليك تعدى الربعمائة سنة ربعمائة سنة وعمليك موجود من قبل كده بمئات السنين ولم يتب عن خطيات فالرب قال لموسى أكتب هذا تسكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عمليك من تحت السماء مرة تاني في سفر التسنية فمتى أراحك الرب إلهك من جميع عدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها تمحو ذكر عمليك من تحت السماء لا تنسى وفي سفر العدد يقول ثم رأى عمليك فنطق بمثله وقال عمليك أول الشعوب أول من حارب إسرائيل أول من قتل المستضعفين لم يخف الله وأما آخرته فإلى الهلاك ثلاث مرات الرب يقرر إنه هذا الشعب آخرته هي إلى الهلاك هتقول لي أليس هذا ظلما أقولك إن ربنا لا ينفذ العقاب قبل أن يعطي فرصة للتوبة وزي ما عمل مع شعوب كانعان وظلت شعوب كانعان في خطيتها من أيام إبراهيم وحتى دخول يشوع لم تاتوا بشعوب كانعان 600 سنة أعطاه الرب لكي ما يتوب عمليك لكنه لم يتوب أكتر من 400 سنة سوري هنا بين النبوة وتتميمها على يد شاول وداود الملك العقاب الإلهي هو الإبادة والإبادة هنا ارتبطت فقط بشعوب معينة حكم الرب عليها بالهلاك لأنها لم تتوب ولأن أعطاها كل فرصة للتوبة ولم تعد ولم تتوب عن خطاياها كان عمليك مقاوما لخطة الله وخلاصه طيب عشان أقدر أفهم ليه ربنا عمل كده أو ليه ربنا حكم على هذا الشعب بهذا الأمر خلوا بالكم أول حاجة عمليك أضاع كل فرصة ممكنة لنوال البركة من أول عيسو وأضاع عيسو البركة وعيسو من أول عيسو نشأ في بيت أقول بيت بيت مبارك في أمر بالبركة إسحاق هو ابن إبراهيم وابراهيم في نسلة تتبرك جميع الأمم لكنه رفض البركة وخرج وارتبط بالأمم وتزوج منهم كان عمليك يبغد يعقوب زي ما كان عيسو بيبغد إسرائيل كان عمليك يبغد يعقوب ويكرهه ويسعى لإبادته طيب هسألكوا سؤال لو نجح عمليك في خطته وإنه يبيد إسرائيل أليس هذا فشل لخطة خلاص الله في أن الله يبارك الأمم يبارك الأمم من خلال نسل إسرائيل طبعا فالله لازم يحافظ على عمله على خطته لن يباد حتى يأتي المسيح وحتى يكون المسيح فداء للعالم وعش كده ربنا كان عارف الحقيقة دي وكل أمة أرادت أن تبيت شعب إسرائيل فشلت في القديم ويس عش كده يقول بوليس الرسول أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه وأما الموعيد موعيد الله بأن يبارك الأمم موعيد الله بأن يبارك الشعوب فقد قيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح عمليك أراد أن يفش الخط تطلعها بأنه يبيد إسرائيل وعش كده فشل فشل عش كده الرب يقول ماذا طب نيجي هنا لنقطة مهمة طب ماذا عن قتل الأطفال هتقول لي ماشي أنا معاك أنا معاك لنهاية إنه إنه ربنا هيعاقب الكبار اللي هما رجال حرب اللي هما بيخططوا لإبادة إسرائيل طب إيزا بالأطفال ليه ربنا هنا يقول فالآن اذهب واضرب عمليك وحرم كل ما له ولا تعفو عنهم بل أكتر رجلا وامرأة طفلا ورديعا لماذا أمر الرب بقتل حتى الأطفال من عمليك أنا أقول سببين أنا بحاول أفهم معاكم أبقول سببين سبب الأولاني مهم جدا الموضوع زرع وحصاد زرع وحصاد الله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان ياه يحصد يحصد أيضا وكما فعلت يفعل بك ده مبدأ إلهي على فكرة وده مبدأ بيتطبق على كل البشر يتطبق على كل البشر من كل الخلفيات الله لا يشمخ عليه اللي بتزرعه هتحصده اللي بتزرعه هتحصده عمليك زرع طول عمره وعمليك بيزرع ربعمائة سنة وبيزرع بيزرع ايه بيزرع أتل الأطفال بيزرع أتل المستضعفين عمليك دايما في كل حروبه كان يقتل المستضعفين والأطفال والأبرياء عمليك كان بيعمل زي ما عمل حماس في بداية الحرب دي انه دخل على الأبرياء والمستضعفين الذين لا يحملون سلاحا ولا يستطيعون ان يدفع عن نفسهم وقتلهم ودبحهم كما فعلت يفعل بك ده مبدأ إله بيز حاجة تانية بقى والمهمة ودعت سبب تاني الرب قال انه عبارة حرب مع عمليك للرب حرب مع عمليك من دور إلى دور الرب يعلم جيدا يعلم جيدا انه كل تاريخ عمليك كل تاريخ عمليك من جيل لجيل كلما يقوى جيل يخش الحرب مع اسرائيل كلما يقوى جيل يخش الحرب مع اسرائيل طيب وبالتالي عمليك كان يحارب اسرائيل من جيل الى جيل من جيل الى جيل مفيش جيل نشأ إلا وعلى كره وبغضى ومحاولة لإبادة إسرائيل كيف يمكن للرب أن يكسر دائرة الشر هذه بأنه لا يوجد أجيال لا يوجد أجيال أنا أعيز حضراتكم تتخيلوا معي تخيلوا معي لو أنا كشخص أو أنتم كأشخاص قبل ما هتلر يعمل شروره وقبل ما الزرقاوي مع داعش تعمل شرورها وقبل ما ستلين يقتل ملايين من شعبه إلا أخوه تخيلوا لو إحنا كأشخاص تقابلنا مع هؤلاء كأطفال تقابلنا معهم كأطفال تقابلت مع هتلر مثلا كأطفال تقابلت مع ستلين كأطفال تقابلت مع الزرقاوي كأطفال وتعلم وتعلم جيدا أنه هذا الطفل هذا الطفل هذا الطفل هيقتل ستة مليون يهودي في أفران الغاز هذا الطفل هيقتصب اليازيديات ويبيعهم كعبيد في أسواق هذا الطفل سيبيد من شعبه الملايين يبقى قتله أحوى وأرحم لي وللعالم ولنك تخليه فيكون شرير يحكم عليه بالهلاك الأبدي وفي نفس الوقت يرتكب من الشرور والأفعال ما يقشعر الله البدا ده الرب الرب في علمه السابق يعلم جيدا أن هؤلاء الأطفال هيكونوا كأباءهم وهؤلاء الأطفال سيرتكبون من الأثام والشرور ما يقودهم إلى الهلاك الأبدي وما سيقود أيضا العالم إلى الحرب وإلى الدمار والأتل ففي معرفته السابقة أنهى على هذا الجيل ليس شرا بل خيرا خيرا للأطفال وخيرا للعالم العالم أفضل بدون داعش صح صح ألا أنا أكلم حتى النهاردة لأخوة سوريين والإخوة العراقيين هل سوريا أفضل بدون داعش والعراق أفضل بدون داعش أقولك أيوة صح لأن إحنا اتبعنا وتزلينا وتأتل مننا واختصبت نساءنا مع داعش إحنا تعامل فينا العالم أفضل بدون داعش والعالم أفضل بدون حماس والعالم أفضل بدون هتلر والعالم أفضل بدون ستالين لأنه في هلاكهم في هلاكهم سلام للعالم ربنا بيعمل كده مع شعوب أنا النهاردة أقول أنه ربنا أباد عمليك أنا ما كسفش وقول أن ربنا أمر بإبادة الشعوب اللي كانت موجودة في كنعان لا أحرج من هذا لا أحرج من هذا فأنا لست أرحم من الله رب ولست أحن من هؤلاء على الرب الذي خلقهم وأحبهم وكان أفضل لهم أن يموتوا وأفضل للعالم عدم وجودهم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة نكمل فيها هذه الموضوعات المهمة فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم